القضاء العراقي معروف برسانته وهو من المدارس القضائية الشامخة والتي دائما ما تكون مادة للبحث العلمي مو فقط على مستوى العراق وإنما على مستوى العالم ويشار له بالبناء طيب ممكن القضاء العراقي يقاضي هذا الشخص نعم ممكن بموجب قانون العقوبات العراقي أن هذا الشخص تجاوز على سلطة وهدد نظام الدولة الديمقراطية وبموجب قانون العقوبات العراقي ممكن تحريك الشكوى على هذا الشخص ولكن هذه الدعوة هي من الدعاوة الإذنية تسمى التي تحتاج إذن من رئيس السلطة القضائية من رئيس مجلس القضاء الأعلى ذاته القضاء العراقي دائما معروف بسعة الصدر تدري أنت حضرتك حتى من الداخل من الداخل دائما الأخوة في إقليم كردستان مرارا يتكلمون عن القضاء العراقي وهم يحملون صفات رسمية بالدولة العراقية يتكلمون على قرارات المحكمة الاتحادية ويتكلمون على قرارات القضاء العراقي وجميع هذه التصريحات التي تصدر منهم هي جرائم ولكن لاحظنا الجانب العراقي والقضاء العراقي يتعامل بسعة الصدر أعتقد خطوة تهريك الشكوى على هذا الشخص وإعطاء الإذن من قبل رئيس مجلس القضاء العلا هذه تحتاج إلى دراسة لأنها مسألة لها علاقة بسياسة الدولة الخارج